مرحبا حضراتك وكيد مرة كمان وخلينا بسنتابع زي ما احنا متعودين اخبار النادي الاهلي وفرة والمختلفة والانشطة كمان مع زمالتنا نورهان تمان موجودة في مقار النادي الاهلي بالجزيرة نورهان صباح الهان عليكي طبعا وسمعينك وعايدين نعرف منك اخرى اخبار الخشب النادي الاهلي كمان الاجواء داخل النادي تفضل يا نورهان يا صباح الخير يا نهوان وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان زي ما عودناكم احنا هنا من مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيرة نطلقكم على الاجواء واخر اخبار الفرق المختلفة ولو على الاجواء نهوان فالحقيقة انه في عدد لا لا بأس منه من اعضاء النادي هنا تواجدوا في الساعات الاولى من صباح اليوم والحقيقة انه ايضا الجو حلو جدا ويساعد على الجلوس فترات اطول طبعا في باقي اليوم اما بقى نروح لاخبارنا والفريق الاول لكرة القدم اليوم اجازة من التدريبات وهيخوض اولى تدريباته غدا ان شاء الله على ملعب مختار التيتش بعد طبعا زي ما احنا عارفين بعد العودة من مواجهة شباب الوزداد الجزائري وتعادلنا طبعا تعادل سلبي طبعا تمام بين الفريقين استعدادا لخوض مباراته القادمة والمقبلة في دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات امام مدياما الغاني والان شاء الله هتقام يوم الجمعة المقبل كمان خلينا اقولك نهواند انه بكرة ان شاء الله زي ما قلت لكم هيكون اولى تدريبات الفريق ولكن الان بتجرى بعض التدريبات البسيطة والقليلة للمصابين مع العدد من لاعبي الفريق الناشئين اليوم طبعا حاليا زي ما احنا بنكلمكم دلوقتي التدريبات هتقام بين المصابين مع الناشئين كمان خلينا اقولك نهواند انه النادي الاهلي هيخوض ايضا تدريب قبل السفر بساعات اللي هيكون ان شاء الله يوم الثلاثاء المقبل على متن طائرة خاصة وهيكون ده اخر تدريب للفريق هنا في القاهرة قبل السفر مواجهة مدياما الغاني مستر مارسيل كولر طبعا هيقيم يعني جلسة مع معاوني للوقوف على اخر مستجدات الفريق ووضع برنامج ان شاء الله للفريق في غانا وان شاء الله طبعا يكلل طبعا البيع ستكلل بالنجاح ويحققوا الفوز ويسعيدوا جماهرهم زي ما عودونا كمان خلينا اقولك ان هوندن بيرسيتاو النهاردة هيتم الوقوف على جهزيته من عدمها في تدريبات اليوم وكمان خلينا افكرك بقيمة المصابين طبعا محمود متولي احمد عبدالقادر كريستو الشناوي خالد عبدالفتاح احمد نبيل كوكا ديانج وبيرسيتاو وعلى ذكر ديانج فديانج ان شاء الله طبعا هيجري جراحة في الرجبة بعد التأكد من صبته هيجري جراحة في خلال الساعات المقبلة ومنعا عليه طبعا هيتم تحديد جهزيته بعد اجراء الجراح كمان هوندن خلينا اقولك ان المؤشرات بتقول ان وسام ابو علي هيلتحق ببعثة الفريق ان شاء الله قبل السفر بعد ما حصل على التطعيمات اللازمة وطبعا كان زي ما احنا عارفين وسام ابو علي كان يعني تعرض لاصابة خفيفة وان شاء الله هيكون مع الفريق يوم الثلاثاء المقبل على متن الطائرة الخاصة بنبارك لفريق النادي الاهلي موليد 2005 بعد فوزهم امس على بيرامدز بثلاث اهداف مقابل هدف والمباراة شهدت حضور كابتن مؤمن زكريا بجوار كابتن وليد سليمان رئيس القطاع رئيس قطاع الناشئين وطبعا وايضا كابتن محمد شوقي نائب رئيس القطاع منتخب مصر لكرة السلة هيواجه اليوم قطر في بطولة طبعا ختام البطولة الودية والمباراة هتقام في الدوحة منتخب مصر بيضم بين صفوفه العديد من عناصر النادي الاهلي كل توفيق لمنتخب مصر والعناصر النادي الاهلي الموجودة ضمن صفوف منتخب مصر أيضا اليوم هتقام أرعة دور التمانية لدور سيدات الكرة الطائرة بعد ما تم وضعهم في التصنيف الأول ومن المنتظر أن سيدات الكرة الطائرة يعرفوا النهاردة من منافسهم في أرعة دور التمانية كمان خلينا نقول لكم أن رجال الكرة الطائرة أيضا والمصنفين التصنيف الأول بيوصلوا استعداداتهم لانطلاق دور التمانية غدا وإن شاء الله هتكون بمباراة إسترن كومباني خلينا أفكركم أنه نظام البستو أفسري هو اللي بيقام بناء عليه دور التمانية للبطولة وطبعا زي ما قلت لكم هيواجه رجال كرة الطائرة نزاراهم في إسترن كومباني دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقار نادي الأهلي في الجزيرة شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الستوديو أنا بشكري جدا على هذه التغطية نورهان كالعادة متقلقة شكرا لكي طيب هنروح برضو للعالم بنروح عالميا شوية نروح تحديدا للدوري الإنجليزي لأن الناس كلها لا ده بجد بقى الناس كلها كانت قالت لك